موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت الأسبوع اللي فات بدأنا مع حضراتكم 3 حلقات إن شاء الله تكون متتالية يعني الأسبوع اللي فات وحلقة الأسبوع ده وحلقة الأسبوع القادم عن أسئلة حضراتكم وده تعويضا عن حلقات سابقة احنا معتدين إن احنا بنقدم حلقة الأسئلة هي بتكون الأسبوع الأخير من كل شهر وهنرجع للنظام ده تاني ولكن اعتبارا بقى إن شاء الله من الشهر القادم لكن علشان احنا قدمنا لحضراتكم سلسلة حلقات متصلة عن الحمل وتطور الجنين وما إلى ذلك فوقع مننا مرتين إن احنا نقدم لحضراتكم حلقات الأسئلة لو حد عايز يرجع لمحتوى حلقاتنا سواء الحلقة اللي فاتت أو الحلقة اللي احنا بنكلم فيها دلوقتي دي أو أي حلقة سابقة ممكن نعمل كده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو على اليوتيوب حساب القناة الأولى هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي أسئلتنا وهنبدأ بالسؤال الأول على طول دكتور لو سمحت ممكن تكلمنا عن كيفية الفطام من الرضاعة الطبيعية خاصة سن سنة ونص وسن سنتين تمام ابني بيقوم نص الليل عايزني أردعه لدرجة ينزل من سريره ويدور علي أعمل إيه أنا سليمة معافاة الحمد لله الحمد لله بس تعبت مع العلم إنه بيتعشى زبادي أو بيد مسلوق أو جبنة كويس والله عاشة صحيه على حسب اللي بيرضى يكله ويكون صحي تمام وبيشرب مية من الفلتر كويس علشان الصيف بيوصل لواحد لتر تقريبا على مدار اليوم بدأ يأكل من سن ست شهور طيب هو هنجاوب على حضرتك فيما يخص السؤال تتحديدا لأنه ده الجانب الجديد شوية اللي هو فكرة تشبص الأطفال بالرضاعة قليلا في الأول عايزين نقول بس التفسير يعني ليه الأطفال بيعسلجوا شوية في موضوع إنهم ما بيبقوش قادرين يستغنوا شوية عن الرضاعة بالليل يعني تلاقي ممكن أي رضع خلال النهار تفوتيها في آليات الفطام وما بتفرقش معها أحيانا رضعة بداية اليوم ما بتفرقش معها لكن ييقوا على رضعة بالليل دي لا يبقوا يعني متمسكين بها قوي الحقيقة ده له تفسير نفسي وده يعني ناس عملوا دراسات نفسية كتير قوي قوي وكانوا الحياة الدراسة دي تعملت في السويد من فترة طويلة يعني وكانت نتيجتها أنه نتيجة التفسير يعني وجدوا بقياسات يعني معينة أنه تشبص الأطفال بالرضاعة الليلية ده بيكون سببه هو أن الطفل بيبقى في عقله الواعي أثناء النوم يعني بيبقى هو طول ما هو صاحي بيكون مدرك باختصار يعني بيكون مدرك أنه يستطيع الحصول على الغذاء اللي هو بن قوسين يتمثل في الرضاعة في أي وقت يا شاء من خلال تنبيهك أو حاجة زي كده لكن الطفل أيقا أنه لما بينام ما بيكونش واعي فبالتالي مع هذا النوم بيكون فيه ابتعاد عن مصدر الحياة أو مصدر الأساسي للحصول على الغذاء اللي هو الرضاعة فده بيسبب أحيانا حاجات بيسبب أن الأطفال تتشبس بالرضاعة الليلية قوي بيسبب أن الأطفال تقلق أحيانا وسط الليل وتبقى عايزة ترضع يسبب أحيانا أن الطفل تنم أن الأطفال تنم بصعوبة يعني وكأنهم بيهربوا من النوم طيب إيه الحل؟ أولا من غير ما نتدخل خالص دي آلية طبيعية هتتطور والطفلة هيتركها من تلقاء نفسه ليه هيتركها من تلقاء نفسه؟ لأنه لما بيقلق في كل مرة الطفل قلق فيها وزي ما السؤال كده قال جلنا أو إحنا اللي رحنا له عن طريق أنه نبهنا سمعنا صوته وهكذا فروحنا له كل مرة بيشوفنا فيها بيتراكم جوه وجدانه وعقله أو يعني في الساب كونشس أو اللا واعي أنه مفيش مشكلة أن أنا نام لأنه وقت ما هصحى مش هيحصل حاجة يعني هقدر أكل وهقدر أقابل مابا وماما وهقدر أعمل كل حاجة فاهمين؟ قصدي هيا ببساطة كده فبمرور الوقت بينضج المفهوم ده عند الطفل وبالتالي بيتخلق عن الفكر لكن فيه بقى نصايا حايزين نقولها لحضريك في الموضوع ده أولا زودي من بين اختيارات العشاء زودي رضعة يعني زودي الرضاعة يعني خلي الرضاعة مش أنت قلتي أنه هو ممكن يتعشى زبادي أو بيض أو جبنة أو أنه يرضع فهم؟ أو رضعة تبقى بالليل بس ليها شرط الرضعة دي إنها ما تكونش ليها معاة ثابت يعني بشكل غير منتظم يعني ما نعودش نقول مثلا إيه هو الاتنين والخميس هنردعه بالليل يعني بدل العشاء نردعه ما يبقاش ليها معاة ثابت أبدا خليها كده مرة كل كم مرة كده مش مشكلة بس زودي حكاية الرضاعة دي إنه يرضع من ضمن اختيارات العشاء ده غلط؟ لا مش غلط خالص ده هتغنيكي عن الحكاية اللي هو اللي أنت قلتها في السؤال إنه يصحى بالليل عايز يرضع تمام؟ طيب لما يصحى بالليل ممكن نقدم له مية بدل الرضاعة يعني لما يرضع مش كل مرة نجيب له الكباية بتاعته بتاعة المية دي ونقدمها له تمام؟ ممكن نقدم له لبن عادي في كباية خلاص؟ بس طبعا نخلي بالنا أنه هو يعني ممكن يبقى سائع أو كده فيعني لازم ما يبقاش سائع قوي لأن الجسم الطفل هو نايم بيبقى فيه سخونة شوي تمام؟ ممكن اللبن نقدم له طبعا لبن في كباية مش في رضعة فهمين قصدي؟ يعني في الكباية برضو اللي بيشرب فيها مثلا اللي هي زي كباية المية ممكن نقدم له اللبن العادي أو اللبن العليل إضافات اللي هو اللبن اللي بنكهة الفراولة أو بنكهة الموز أو لبن الشوكولاتة بس الحقيقة أنا شخصيا ما باملش قوي يعني بالنسبة لي ده اختيار غير محبب ليه؟ لأن الفليفرز أو الطعوم دي أو اللي هي جمع طعم يعني لما بتحط على لبن بيتحط سكريات فهمين قصدي فده بيبقى فيه محتوى سكر زايد فما فيش خطورة خالص إن إحنا نديها للطفل بس مش كتير فهمين قصدي دي نقطة مهمة ممكن كمان نحط في اختيارات العشاء يعني اللي إحنا لسه قيلنها دي أو اختيارات القلق اللي هو لما بيقلق في الوسط الليل نحط وجبة الحبوب فيه كده أنواع بتتباع اللي هي بتتحضر سواء بالمية أو باللبن يعني فيه أنواع تلاقي مكتوب عليها تحضر بماء فقط وفيه ناس يقول لك عشان هي بيبقى جولب وفيه أنواع تانية يقول لك تحضر بله وبيبقى تعملي حاجة بسيطة جدا بتاخد أقل من دقيقة في تحضرها تمام فدي مرضو ممكن تبقى تدخل من ضمن اختيارات العشاء أو إنه لما يقلق في وسط الليل بدل ما تردعيه احنا قلنا ممكن تديله مية تديله شوية لبن تديله شوية من المادة الغذائية دي اللي هي الحبوب اللي هي بتبقى زي العجينة كده تمام دي برضو دي بتبقى حاجة كويس اختيار كويس المبدأ هو إيه المبدأ هو استبدال الرضاعة استبدال الرضاعة بأي مادة غذائية أين كانت كميتها يعني ما تقوليش ألا أعمل له معلقتين طب ما أنت يمكن تديه شوية مية شوية صغارين أو شوية لبن صغارين الفكرة في المبدأ مش إن إحنا بنقارن كمية رضاعة بكمية أكل أنتوا فاهمين قصدي وبالمناسبة الموضوع ده ممكن يستمر كمان إلى ما بعد السنة التانية يعني لما الطفل يكمل سنتين تلقوه برضو متشبس بحكاية أنه يسحى فوصة الليل عايز يرضع دي اعملي بقى النصائح اللي قلنا عليها بس بطمنك إن ده بحد أقصى هيختفي في فترة من خلال ماكسمم يعني أو حد أقصى من ثلاث إلى أربع شهور والحقيقة أنا بشكر حضرتك على السؤال لأنه سؤال زكي وبشكرك أنت كمان على أن أنت مهتمية بالنظام الغذائي لطفلك وأنك بتشربيه مية وهكذا يلا السؤال اللي بعد كده السلام عليكم يا دكتور أنا ابني كفوف رجليه مع وجين ممكن يرجعوا تاني يعني في حل ولا إيه أصلانا رحت الاتنين ده كترة وما فيش فايدة ممكن أعرف إيه الحل طيب هو الحقيقة المعلومات نقصة في السؤال يعني مبدئيا العمر لم يسكر ما تقلش الطفل عنده قد إيه يا جماعة أرجوكو لما تبعتوا أسئلة بصوا على السؤال بعد ما تكتبوه يعني بصوا عليه كده وقروه ها إحنا ما نعرفش عنكم حاجة يعني أنتوا اللي بتعرفونا على ناسكم أنتوا اللي بتعرفونا على أطفالكم فأنتي لما تقري لما تكتبي السؤال أنت أو أنت حضرتك أو حضرتك لما تكتبوا السؤال ارجعوا قروه بس تاني قبل ما تبعتوه هتلاقوا أن الله أنا ما كتبتش العمر صح؟ أنا مش هنستنتجه أنا ما كتبتش هو ولد ولا بنت مثلا هو الطفل مش عارف إيه طب ما تحدد شخصا والسؤال يعني خلاص يعني المعلومة نقصة فزي ما قلت العمر هنا مش مذكور طيب ايه تاني معلومات نقصة في السؤال العوجاج ده يعني اللي برة ولا الجوة يعني الرجلين عاملة كده الجوة ولا عاملة كده البر أنتوا فاهمين قصدي؟ لأنه مثلا في حاجة اسمها الفلاد فوت اللي هي التفلطح التفلطح القدمين خلاص دي بتتعالج مثلا بجرعات دوائية من الكالسيوم وبتتعالج بفيتامين دي وبتتعالج بأحزية خاصة أن الطفل يلبس أحزية خاصة وبعدين الحقيقة أنا برضو مستوقفني في السؤال يعني إيه رحت لتنين ده كترة ومفيش فايدة يعني مفيش فايدة يعني إيه يعني قالوا أن الولد طبيعي ولا كتبولك على علاج ومحصلش نتيجة هقولك لو كتبولك لو قالوا أن الولد طبيعي يبقى طبيعي يعني يبقى هو أصلي فيه على فكرة فيه أوقات أنتوا بتبقوا لما بنروح للدكتور فبيقولك آه أنه مثلا فيه زي تقوص أنا بتكلم على الساق هقولك ده طبيعي بعد شوية التقوص ده هيتعيدل لوحده خلاص كده طيب نفترض بقى الافتراض التاني أنه هو روحتي والدكترة كتبولك على علاج وأنتي بتقولي مفيش فايد أنا عايزة أنبهكو بس أن علاج الحاجات دي بياخد وقت طويل لأنه إعادة شكل القدم أو الساق لحالها الطبيعي في أوقات كتيرة قوي بتاخد فترة علاج طويلة وأوقات كتيرة قوي بتبقى محتاجة إصلاحات يعني ممكن يبقى التدخل الجراح فاهمين قصدي دي نقطة برضو مهمة تمام طيب السؤال اللي بعد كده ممكن يا دكتور تتكلم عن العند في فترة المراحقة طيب هو الحقيقة السؤال ده بقى يعني من ضمن الأسئلة يعني حاضر هتكلم عن العند في فترة المراحقة وهتكلم عن حاجات كتير قوي في مرحلة المراحقة هنعمل لكم ملف كده فاكريين الحلقات اللي عملناها عن الحمل هنعمل حلقات كده مشابهة عن المراحقة لأن دي طلبت كتير قوي والحقيقة أن السبب يعني التأخر أن أنا بتكلم في الحلقات دي يعني أنا كان مفروض أتكلم فيها من بدري على فكرة بس يا الحقيقة أن في معلومات بتتغير وإحصائيات تتغير برضو يعني فيه أبديت فيه تحديث بيحصل لأن فيه عوامل كتير قوي دخلوا على الخط في موضوع المراحقة ده يعني منها مثلا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي علشان كده كلامنا في موضوع المراحقة ده هيكون عن الأساسيات الأساسيات هتفهموا قصدي لما نتكلم الأساسيات دي ما حصلش فيها تغيير الأساسيات العلمية إنما فيه مستجدات كده مش عارف بقى يعني لما هنتكلم عنها أو لما يعني يجي وقتها واتكلم عنها ممكن تعجب ناس وممكن ما تعجبش ناس تانية مش عارف أنا يعني عامل لكم تشويق ولا هتفهموا يعني بطريقة أبسط في حاجات في موضوع المراحقة زي الموضوع المراحقة دي مرحلة عمرية بيمر بيها يعني الطفل ثم مراحقة ثم البلوغ أو مش البلوغ النطجي يعني الشباب أو يبقى شاب أو بنت يعني فتايا تمام بدل ما يبقى مراحق أو مراحق خلاص في محطات من النحية النفسية العلمية سابتة دي مفيش فيها افصال يعني وفيها حاجات حديثة بتتحدث كل يوم بس حاجات علمية إنما فيه جوانب تانية بقى جوانب اجتماعية خضعة بقى لتغيرات مجتمعية أو تغيرات بتحصل في المجتمعات بتغيير أراء بيه مش عادي لف ودوري يعني مفهوم الصحة والغلط بقى يعني فاهمين قصدي يعني فيه ناس شايفين إن فيه حاجات صحة جداً وهي بالنسبة لناس تانية عايشين في نفس المجتمع في نفس الظروف شايفينها غلط جداً إنتوا فاهمين قصدي يعني ودي الحقيقة يعني مش سمة عندنا بس في بلدنا أو ده في العالم كله وتحديداً بقى في التعامل مع المراهقين والتعامل في حاجات كتير قوي يعني يا رب بس ما كونش يعني لخبطتكو أنا قصدي إيه أنا قصدي إن أنا لما هتكلم في الموضوع ده هتكلم في النواحي العلمية بس غصباً عني غصباً عني مجبر يعني إنه هيبقى فيه جوانب ليه علاقة بالسلوكيات وبالأنشطة الاجتماعية فهقول رأي يعني ممكن نعتبره رأي شخصي فالرأي ده فيه ناس ممكن يعجبوا بيه وفيه ناس ممكن يرفضوه خالص وأنا يعني الحقيقة مش دبلوماسية بس هرحب بالحال تانية لأن دي قناعات بقى إنما اللي مفهوش خلاف هيكون العلم إن شاء الله لما يجي وقتها يعني عن الكلب ابني عنده 11 شهر ومش بيأكل خالص وزنه 9 كيلو طيب هو عنده 11 شهر إن شاء الله بعد شهر هيتم سنة كل سنة هو طيب وزنه 9 كيلو وما بيأكلش خالص الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى بيكون 10 كيلو الوزن المثالي عند نهاية السنة الأولى بيكون 10 كيلو تحديداً يعني 9 كيلو 700 للبنات 10 كيلو 200 للولاد ده الوزن إيه المثالي لكن مجازاً إحنا بنتكلمش بقى في 200 جرام و300 جرام فرق لا إحنا بنتكلم في 10 كيلو خلاص فحضرتك هو وزن ابنك 9 فهو فرق عن الوزن المثالي اللي عند نهاية السنة هو لسه عنده 11 شهر كيلو جرام واحد لكن بشكل عام أي حد عنده طفل أو طفلة وزنه أقل من الطبيعي ولكن يعني وزنه أقل من المثالي لكنه في الإطار الطبيعي أنتو خدتوا بالكم أنا قلت إيه يعني إحنا قلنا الوزن المثالي مثلاً في الحالة دي 10 كيلو فنفترض نفترض يعني أن الطفل ده كان عمره سنة مش 11 شهر بس وزنه 9 حلو تمام وزنه إيه دكتور وزنه طبيعي يعني مش مريض لا مش مريض حلو قوي خلاص تمام لكن في وسائل أن إحنا نخليه 10 كيلو فهمتو قصدي مش وسائل وحشة كانوا زمان يدوا حاجات تتخن الطفل ومية رز كل دي حاجات غلط لكن في وسائل علمية أعدل بيها وزن ابني علشان أوصله للوزن المثالي وبرضه هو مش يعني مش تارجت أو مش هدف أنه 9 كيلو الفرق ده الكيلو ده مش مشكلة خالص لكن أنا بقول للمعلومية يعني أو للمعلومة إيه هي الوسائل دي؟ زي ما قلنا قبل كده ممكن زيادة كسافة العظام عند الطفل نزود الكسافة ونزود مساحة الكتلة العضلية يعني إيه؟ يعني كل مادة للطفل ده مواد غزائية حسب اللي يسمح بيها عمره تحتوي على كالسيوم الكالسيوم ده وكالسيوم وفيتامين ده هتلاقوا إن الكالسيوم ده يساعد على زيادة قوة العظام يعني يتكسف فيها أو العظام دي تمتص كالسيوم أكتر فالعظم يبقى قوي خلاص كده فنقوم يبقى الوزن صحي بسبب إن العظم قوي نفس الحكاية لما الطفل أهتم بإن أنا تديله اختيارات غزائية أو مواد غزائية تحتوي على البروتين تمام؟ البروتين يخلي المساحة الكتلة العضلية عند الطفل أحسن يبقى إحنا كده بنزود وزن الطفل بطريقة صحية عن طريق إن إعزامه تبقى أقوى وعضلاته تبقى أقوى هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم يحكى أنه ما زال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وارجعنا لكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة وإن شاء الله الحلقة الجاية كمان هتكون أسئلة السؤال العليد دور دلوقتي دكتور بنتي عمرها ثلاث شهور وبعمل لها ينسون وكراوية هل صح؟ طيب هو الحقيقة أنه دي من العادات الحقيقة الموروسات يعني السابتة والأصيلة ولكن للأسف عايز أقول للناس أنه ليس هناك أي فوائد غذائية في الينسون أو الكراوية أنا أتكلم بالنسبة للأطفال الرضع الصغيرين يعني إذا قلنا أن فيهم مثلاً فيتامينات أو معادن فبرضو ده مش مطلوب للأطفال الصغيرين اللي عمرهم شهور ليه؟ لأن لبن الرضاعة هو الاحتياج الرئيسي للأطفال يعني الاحتياج الرئيسي والاحتياج الوحيد الحقيقة في الوقت ده اللي عايز أقوله يا جماعة أنه يعني فيه ناس يقولوا إيه طب ما هي مش هتضر لا هتضر هقولكوا إزاي هتضر مش هتضر إن هي مادة ضرة لا هتضر لإن هي بمنطق إنه معدة الطفل أصلاً صغيرة جداً تخيلوا الطفل اللي عنده ثلاث شهور ده معدته قد إيه؟ صحي كده؟ فيعني لازم إن إحنا نبقى حريصين إن المعدة الصغيرة دي لما يدخل لها حاجة تدخل لها حاجة مادة غذائية يعني المعدة الصغيرة دي عايزين إحنا نخليها تتملي بلبن الرضاعة على قد ما نقدر لما بند ينسون أو كراويا أو الحاجات دي كلها هتتهدموا بتاعه ولكن لها ليس لها أي مردود غذائي على الطفل صحي كده؟ طيب إذا كانت الرضاعة يعني فيه ناس يقولوا إيه طب الحاجات دي بتنفع في المغس والمغس بيكون ملحوظ في الفترة دي أنا معاكم في الفترة الأولى من عمر الطفل بيكون عنده تقلصات أو عنده مغس ولكن ده له سببين أو له أكتر من سبب السبب الأولاني هو اختلاف طبيعة الغذاء اللي كان بيحصل عليها الطفل وهو في مرحلة لما كان جنين دلوقتي بقى هو طفل رضيع ملوه دومه بيحصل على الغذاء بطريقة مختلفة فطريقة اختلاف الأكل دي بتؤدي أحيانا إلى بعض خلينا نقول إيه القلق للجهاز الهضمي فيحصل له مغس فده سبب طبيعي وكل ما بيبقى فيه انتظام في الرضاعة كل ما المغس ده بيقل السبب الثاني هو حدوث أخطاء الرضاعة أخطاء الرضاعة زي إيه؟ زي إن الطفل يكون بيرضع في أحد جوانب الفم يعني إن إحنا نكون حطين مثلا حلمة الثادي في الرضاعة الطبيعية أو إنه في الرضاعة الصناعية إنه الحلمة بتاعة الببرونة مثلا تكون في جنب الفم فده بيؤدي للمغس فاهمين قصدي؟ يعني نرجع لسؤالنا عشان إيه؟ ما نشتتش الأمور يبقى لو أنت كأم بتدي اليانسون أو الكراوي ده عشان المغس لا أنت تخلي بالك تخلي بالك من وضع الرضاعة أنه يكون سليم إنه الطفل يكون حلمة الثادي أو حلمة الببرونة في منتصف الفم عند الطفل إن أنت تقللي التوابل على قد ما تقدري في أكلك في حالة الرضاعة الطبيعية لأن التوابل دي هالي بتعمل مغس للطفل أنت لازم تشربي مياه كتير لأن قلة شرب المياه أنت كأم قلة شربك للمياه بتؤدي إلى زيادة محتوى الدهون في لبن الرضاعة بتاعك فبالتالي ده يعمل مغس تمام؟ دي من الحاجات اللي هي يعني نخلي بالنا منها وبرجع وكرر إنه اليانسون والكراوي وارد إن إحنا نديهم كده مرة ولا حاجة إذا قبلهم الطفل ولكن في ناس بتتعامل مع هذه المشروبات على إنها عادة يعني لازم يعني تلاقي الأم تقولك أنا ابني بيرضع خمس مرات غير رضعة اليانسون أو غير رضعة الكراوي حطنا لها وقت ثابت ومعات ثابت وده غلط فاهمين قصدي؟ السؤال اللي بعد كده السلام عليكم ابني عنده 12 سنة تمام وكل لما يمشي رايح الدرس رجله بتعرق باستمرار بيتطر يلبس شراب حتى لو الجو عادي ممكن إفادة هو الحقيقة لبس الشراب عادة صحية يعني هو يعني أنا مندهش شوية أنت بتقولي بيتطر يلبس شراب أو يعني عشان العرق فبيلبس شراب ده هو بالعكس ده هو يعني لبس الشراب ده حاجة صحية لأنه عدم لبس الشراب ولبس الحزاء كده مباشرة ده مش صح وخصوصا عمر الطفل أنه عمره 12 سنة العمر ده بيكونه كثيري الحركة ويعني وده بيؤدي إلى يعني بيسموها باد هيجين يعني أنه يبقى حاجة مش كويسة أو مش مش ظريفة خالص أنه هو الكتمة بتاعت الرجل دي والشراب الشرابات طبعا القطنية أو يعني النسيج بتاعها بيكون حماية أولا للقدم ثانيا بيحصل امتصاص للعرق ده لكن أنا عايز أقول أنه زيادة العرق بشكل عام سواء في اليدين أو القدمين دي حالة مرضية يعني ده بعيدا بقى عن موضوع السؤال أو بعيدا عن ملاحظة حضرتك أنك بتقولي أنه بيلبس شراب أرجو الإفادة أنا متأكد أنه أصدح حضرتك في السؤال أن أنت عايز الإفادة فيما يخص أنه هل ده يعني طبيعي ولا مش طبيعي لا هو الطبيعي أن إحنا كلنا بنعرأ لكن زيادة التعرق خلاص لا ده اللي مش طبيعي ودي حالة مرضية تمام ويتم تقييمها لدى تخصص طب الأمراض الجلدية وعلى فكرة الحالة زيادة التعرق دي أو العرق المفرط أو العرق الزائد ده بيبقى درجات وتستوجب العلاج وفي حتى فيه أوقات يعني فيه أوقات بيبقى فيه زيادة التعرق ده في الإيدين مثلا بتوصل لدرجة أن الشخص أو الطفل أو الطفلة يبقوا مش عارفين حتى يمسكوا ألم أو يعملوا أي حاجة لأنه بيبقى عرق كتير قوي وبطمنكم أنه بقى فيه طرق حديثة جدا دلوقتي لعلاج الحاجات دي يعني فيه طرق حتى بيستخدموا حق يعني حقا البوتوكس والحاجات دي كلها طبعا تخصص الأمراض الجلدية بيكونوا على دراية أكبر من الحكاية دي يعني في الموضوع اللي أنا بقوله يعني اللي عايز أقوله يعني أنه الموضوع اللي هو علاج والموضوع ممكن يكون مؤلئ يعني إحنا الناس ممكن تتعامل مع العرق على أنه يعني مش مشكلة قوي لا هو بيصل إلى مشكلة كبيرة يعني يعني مشكلة كبيرة قوي يعني في أوقات معينة ممكن تعوق حاجة في الدراسة تعوق للتحق بالخدمة العسكرية تعوق أداء بعض الوظائف أو كثير من الوظائف فلازم الاهتمام بهذا الأمر من هذا العمر الصغير حتى وقبل كده برضو عايز أنبه لحاجة بقى أنه في أحيانا بقى الناس ممكن ويه تسمعني الوقت يقولوا إيه طب أنا عندي بيبي عندي طفل صغير عمره 6 شهور عمره 4 شهور عمره 3 شهور بيعرق كتير تمام عايز أقول لكم أن الحكاية دي بتكون ملحوظة كتير قوي في الرأس والرأبة تحديدا عند الأطفال الصغارين وهنا بقى السبب ما بيكونش سبب مرضي هو سبب فيسيولوجي بمعنى أنه ما بيكونش فيه انتظام لنشاط الغدد العرقية يعني الطفل بيبقى مولود وطبيعي وكل حاجة ودي حاجة طبيعية بس فيه أطفال الغدد العرقية دي ليها وظيفة وظيفتها هي إفراز العرق بعض الأطفال بيكون عندهم عدم ضبط يعني عدم ضبط النشاط ده فالحكاية دي مع تقدم الشهور الأسابيع والشهور بتلاقيها تتضيبط لوحدها طب علاجها إيه عند الأطفال الصغارين بقى علاجها محاولة إبقاء الطفل اللي نلاحظ فيه الملاحظة دي في مناخ معتدل الحرارة تمام يعني نخليه مثلا دايما المكان ما يكونش حر قوي وكمان لو الطفل أكبر شوية مثلا عمره سنة سنة ونص سنتين ولاحظنا الحكاية دي نتجنب النشاط الزائد حتى لو النشاط ده لعب وتحديدا حتى قبل النوم خلاص ليه لأنه النشاط قبل النوم يعني لما الطفل يبقى بيلعبوا بفرهة كده وتعبين ينام حالة النشاط دي بتستدعي أو بتؤدي إلى النشاط اللي كان قبل ما ينام إن ديناميكية جسمه بتكون في حالة عمل فلما بينام الموضوع ده بيكمل شوية يعني زي ما يكون هو نام صحيح ولكن حالة اليقظة ما زالت في الجسم فده قد يؤدي إلى إفراز المزيد من العرق خلاص يبقى احنا فرقنا كده ما بين الحالات اللي بتحصل الأطفال صغارين وما بين الأطفال الأكبر شوية وما بين حتى الكبر تمام نيجي على السؤال اللي بعد كده لو سمحت يا دكتور محمد بنتي أربع شهور تمام وبتعمل حمام أخضر وهي بترضع صناعي ده من إيه وديها إيه طيب اللون الأخضر في البراز ليس له دلالة مرضية في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان اللون الأخضر ده ما بيشيرش عندنا في يعني الأمراض خالص وده بيكون سببه حدوث بعض عمليات الأكسادة لبعض المكونات في الفضلات اللي بتخرج يعني بيبقى فيها شوية عمليات كده دي احنا يعني مش مش هتفرق قوي مش هتفرق قوي إن أنا يعني أعود أشرحها بالتفصيل ولكن في أحوال تانية بيكون له أسباب يعني بيكون البراز الأخضر ده له أسباب أشهر هذه الأسباب على الإطلاق هو عدم اكتمال الرضاعة الطبيعية يعني إيه عدم اكتمال الرضاعة الطبيعية يعني إنه الطفل يرضع أكد إنه الرضاعة نص رضعة دي بتحصل في الرضاعة الطبيعية أكتر تمام يعني لو هو مثلا بيرضع مثلا عشر دقاي خلاص يرضع أربع دقاي يرضع خمس دقاي طب إيه اللي بيحصل اللي بيحصل هنا إنه بيحصل فقدان لجزء من لبن الأم المرتفع الدهون يعني هو اللبن الأم ده له تركيب عضوي معين لما الطفل يرضع كمية أقل خلاص يحصل يعني الهضم بيتأثر الهضم بيكون متأثر ليه لإنه العصارات الهضمية والعصارة الصفراوية اللي بتطلع بقى تتعامل مع اللبن ده عشان تبتدي بقى تعمل عليه الشغل تشتغل عليه عشان إيه اللي يروح يروح للبروتينات ويبقى وإيه اللي يعمل طاقة من خلال كريبس سايكل يعني فيه شغل بيحصل لبن الرضاع ده بيحصل عملية الميتابوليزم تمام كده سبحان الله العصارات الهضمية دي بتطلع بناء على كمية رضاع خلاص كده فلما كمية الرضاع دي تتأثر تبقى أقل ها العصارات دي ممكن أوقات ما تتزبطش في درجة الإفراز بتاعتها فتبقى يحصل تأثر في عملية الهض وده يعنعكس على شكل البراز كمان بعض أنواع الألبان الصناعية اللي بتستخدم في حالات الحساسية ضد الحليب ممكن تؤدي إلى البراز الأخضر كمان فيه حاجة مشهورة قوي نقص البكتيريا المعاوية الطبيعية عند بعض الأطفال طبيعي عندنا كلنا وعند الأطفال بالتأكيد بيكون فيه بكتيريا معاوية طبيعية ليه علاقة بالامتصاص وليه علاقة بالمناعة والكلام ده كله نقص هذه البكتيريا وده بيكتمل مع مرور الوقت قد يؤدي إلى براز أخضر في بعض الأحيان أحياناً البراز الأخضر برضو بيكون مصاحب لحالات الإسهال فلابد من استبعاد الإسهال أو استبعاد أي أعراض أخرى هنطلع لفاصل دلوقتي ونرجع مرة تانية نواصل مع حضراتكم يحكى أنه يحكى أنه مازال متواصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة جديدة في القسم الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه حلقات الأسئلة الأسبوع اللي فات عملنا حلقة أسئلة لحضراتكم بنكملها الأسبوع ده وإن شاء الله الأسبوع الجاي كمان هنقدم لحضراتكم عدد كبير من الأسئلة وكالعادة بقى هيكون بعد كده موعدنا مع حلقات الأسئلة في الحلقة الأخيرة السبت الأخير من كل شهر السؤال العليد دور دلوقتي أنا مبسوط أن في أسئلة كتيرة ليها علاقة بال يعني زي ما بيقولوا بال أنه ليه علاقة بالحر وليه علاقة بالمصايف وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت برضه كان فيه سؤال على المناطق اللي بتصمر وكان فيه سؤال عن التان فدي برضه دي حاجات يعني كويسة أن الناس تبقى بتسأل كده أو البول يعني السؤال دلوقتي بقى له علاقة برضه بالحكاية دي هل كريمات الوقاية من الشمس؟ على طول بنسمع أن لازم نحط كريمات الوقاية من الشمس اللي هي السان بلوك يعني أنا بس إيه بقول اسمها بالعربي واسمها اللي باللغة الإنجليزية طبعا معروف السؤال بيقول هل هي مهمة فعلا؟ وصاحبة سؤال بتقول أنا بسأل أساسا عن الأطفال الحقيقة أن كريمات الوقاية من الشمس مهمة مهمة لكل الأعمار يعني ده إيه ردا على السؤالة هو بشكل مباشر كل الأعمار بتستفيد من كريمات الوقاية من الشمس وهي كريمات الوقاية دي على فكرة هي اللي بتسمح ببقاء الجلد في حالة طبيعية وبتسمح أنه طبعا في ظل ظروف بقى ارتفاع الحرارة وتعرض للمياه سواء كانت مياه بحر عليها أملاح أو مياه حمام السباحة اللي بيكون عليه كلور فهي كريمات الوقاية دي عامل مساعد مهم جدا تمام؟ لكن اللي عايز أقوله أنه كريمات الوقاية دي مهمة مش بس للسيدات والبنات ومش بس الأطفال للرجالة كمان لأن فيه رجالة وشباب بيحسوا أنه كريمات الوقاية دي يعني حاجة بناتي لا دي معلومة خطأ كريمات الوقاية مهمة لكل الناس اللي عايز أقوله بس في النقطة دي يعني قبل ما نسيبها ويعني وأكمل إجابتي على السؤال فيه نقطة بس مهمة أنه لغاية وقت قريب كانت كريمات الوقاية من الشمس دي كلها أنواع مستوردة يعني مركات كده محددة وبتأتي إلينا من دول يعني كتير تمام؟ بقالنا فترة مش بعيدة أوي يعني من قريب ابتدت شركات مصرية تصنع هذا النوع من المستحضرات والحقيقة أن دي حاجة كويسة جدا والحقيقة أنه التركيب المستحضرات دي هي كلها تركيبها بيعتمد على مواد طبيعية يعني بيبقى فيه استخدام مواد طبيعية علشان تؤدي هذا الغرض فأنا عايز أقول لكم يعني أنه مش معنى أن أنا بقول أنا وغيري وإنتوا أكيد عندكم أو جزء كبير قوي من حضراتكم عنده هذه الثقافة أن الكريمات دي أو السان بلوك كريمات الحماية من الشمس حاجة مهمة بس مش لازم بقى يعني نحط زي ما بيقولوا العقدة في المنشار ونقول إيه يبقى فيه أنواع معاناة لأن الأنواع دي ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا جدا وأصبح بعضها كمان مش موجود تمام فعايز أقول إن فيه بدائل خلاص وإن دي يعني إذا كانت الأدوية لها بدائل فيه أدوية مثلا مستوردة ابتدت الأدوية دي يبقى فيها مش عايز أقول مشاكل في استيرادها بس الطلب عليها من دول كتيرة ابتدت يبقى فيه نقص في بعض الأوقات في بعض الأسواق فابتدت شركات تصنع هذه الأدوية شركات أدوية فابتدت الأدوية دي وإحنا كأطباء بنوصي بيها نقول آه هي هي لأن هي المادة الفعالة هي هي تمام كده فعايز أقول إذا كان الأدوية لها بدائل فمن باب أولى إنه كريمات الوقاية من الشمس اللي هي مهمة بس ليست بقدر أهمية الأدوية طبعا مهمة صحيح ولكن أنا قلت عامل مساعد بيحمل الجلد يعني فمن باب أولى إن إحنا ما نصغرش بقى دماغنا أنا آسف يعني ونبتدي نفكر فإنه لأ النوع المستورد مش موجود يبقى خلاص أسانا لازم أجيب النوع المستورد أو أسانا خايفة على أولادي أو أنا خايفة لأ ده كل الأنواع واحدة لأنه آليات التصنيع تطورت أوي في المجال ده بالنسبة لكريمات الوقاية أهم حاجة إنه يكون عامل الحماية من الشمس اللي هو بيسموه SPF يعني Sun Protection Factor عامل الحماية من الشمس يكون فوق رقم 15 تمام؟ فوق رقم 15 لما نمسك كده العبوة ونقرأ نرأيه رقم 15 فما فوق طيب أنا معلش أنا بستفيد شوية في إجابة هذا السؤال لأنه في ملابسات لها علاقة بالاستخدام بقى المفروض نحط الكريم ده إزاي؟ للأطفال، للكبار، للسيدات أو البنات أو كده المفروض إن إحنا بنحط هذا الكريم قبل الخروج إلى الشمس بنص ساعة بنحطه قبل الخروج للشمس بنص ساعة طيب بنحطه إزاي؟ هل بنجيب بقى ده ونقعد كده ندهن، نلغمط الجسم خالص لدرجة إن فيه ناس كده بصلي يوم لونهم شكلوه ما بيض من البتاع الإجابة لأ الإجابة إنه الكريم ده هو طريقته أو طريقة استخدامه إنه الجلد بيمتصه يعني يومتصه إن إحنا ما نشوفوهش، إحنا ممكن نشوف لمعة كده بسيطة وممكن ما نشوفوهش أصلا، يعني الأنواع الجيدة قوي بتروح يعني خلاص الجلد بيمتصه، فمش لازم نكسر من الكمية أنتوا فهمين قصدي لأن الواحد بيشوف برضو الحاجات دي وبيبقى يعني يعني بنقعد نقول للناس يا جماعة ده مش صح، الكميات دي مش صح هو حاجات كده وبنحطها على الجلد لغاية ما الجلد يتشربها زي ما أنا بعمل كده في الوجه، في الرقبة، في الظهر، في الصدر، البطن، وهكذا طيب، قلنا إنه بيتحط قبل الخروج إلى الشمس بنص ساعة طيب، لو الأطفال بقى في المية، الأطفال قصدي أو كبار أو كده أنا بس عشان بتكلم عن الأطفال يا خلاص، المفروض المفروض إنه بيتحط كل ساعتين يعني الطفل بعد ساعتين نحط له تاني أو الشخص الكبير بعد ساعتين نحطه تاني ولكن الأمانة تقتضي إن أنا أقول إنه ممكن ممكن ده يبقى كل أربع ساعات مش كل ساعتين خلاص، وعايز أقول إن في ناس بتقعد ما بتنزلش الماء وده سؤال مهم قوي خلاص، يعني لو إحنا ما بننزلش الماء خالص أحط برضو واقي شمس؟ آه، لأنه له علاقة بالشمس، مش له علاقة بالماء أنتوا فاهمين الفرق، يعني فيه ناس يقولك أنا بطلع على الشاطئ مع أسرتي بس أنا ما بنزلش الماء، يبقى أنا ما حطش بقى لا أحط حضرتك، خلاص، حطوا كل أربع ساعات كل خمس ساعات ده إذا افترضنا يعني إن الناس قاعدين ساعات طويلة، وأحياناً بيتحط كل ساعتين لكن يعني بشكل بقى متطور شوية، ابتدت الآراء الطبية تقول إنه مش لازم كل ساعتين أنا بتكلم عن اللي في الماء فعلاً، ممكن يتحط يعني بعد ساعتين نقرر نعيد الكرة تاني ولكن لازم قبل ما يتحط، يعني لو افترضنا أن الطفل في الماء أو حد في الماء قعدوا لازم يخرج يعني يختسل، يعني إنه هو يقف تحت الدش بتاعي اللي بيبقى موجودة على الشواطئ ده أو عند حمامات السباح، عشان جسمه يتخلص من آثار الملح اللي موجودة في ماء البحر أو آثار الكولور اللي موجودة في مياه حمامات السباح خلاص كده، بعد ما ده يحصل طبعاً الجسم بيتنشف إذا كان هينزل الماء تاني أو مش هينزل بنحط له الكريم ده خلاص كده، إذا كان خلاص يعني إذا كان مش هينزل بنحط الكريم ده طالما قاعد في الشمس إنما إذا كان ماشي خلاص ما بنحطوش بقى إنما إذا افترضنا أصلاً باتكلم على الأطفال اللي هم كل شوية ينزلوا الماء تلاقوا الأطفال يقول لك عايزين ننزل تاني، هنأكل حاجة وهننزل تمام؟ يبقى خلاص استحموا كده اللي هي الاستحمام السريع ده نشفنا، خلاص نحط لهم تاني أو يلبسوا لما قبل بقى ما ينزلوا الماء بنوز ساعة بنحط لهم تاني خلاص كده الناس اللي بشرتهم بيضة، البيض يعني رجالة، ستات، أطفال ولاد، أطفال بنات بيحتاجوا الحماية أكتر، خلوا مالكم الحكاية دي لأنهم عملية إفراز الميلانين عندهم بتكون أبطأ أو أضعف من الناس اللي هم لونهم أمحي أو يميلوا إلى الصمار فدول بيحتاجوا للحماية أكتر، خلوا بالكوا قوي من النقطة دي تمام؟ آخر نقطة بقى في الموضوع ده الطفل الأقل من ست شهور، خلوا بالكوا قوي، خلاص؟ يعني أنا بشكل شخصي وبناء على أسانيد علمية بقول لكم أنه هو ما ينزلش الماء ما ينزلش الماء بتاعة البحر أو ماء الحمام السباحة ليه؟ علشان، مش عشان فيه مشكلة هتحصل، خالص أنا بتكلم علشان ضمان عوامل الأمان والحاجات دي كلها فوق ست شهور بقى خلاص هو بنقدر نشيله كويس متحكمين في الشيل ده وهكذا إنما بقى مش نحنا نجيب عوامات وبتاع الطفل صغير عنده 14 وعنده 13 استناداً لفيديوهات بنشوفها على اليوتيوب يا جماعة دي حاجات استثنائية جداً ومش دي القواعد اللي عايز بس أركز عليه قوي هي حكاية التعرض بقى للشمس لأنه في ناس كده في أم تقولك لأ أنا أخاف على ابني أو بنتي وأباء برضو يعني يقولك إحنا عادينا هو على شاطئ عادينا على حمام سباحة أجاز بلاش الطفل يقعد في أشعة الشمس المباشرة يعني ما يعودش في الشمس يقعد في النور يعني لو الحتة فيها شمس يقعد هو في الحتة اللي فيها ظل طيب في ناس يقولوا إيه؟ ما إحنا عادينا تحت شمسية لابس كاب مش كفاية مش كفاية خلوا بالكوا قوي من النقطة دي يبقى الطفل الأقل من ست شهور ما يعودش تحت أشعة الشمس المباشرة يعود في ضوء إنما مش يعود في أشعة الشمس وعلى فكرة خلوا بالكوا إنه إحنا دايما نقول إيه؟ المشكلة مش في أشعة الشمس المشكلة في الأشعة فوق البنفسي جاي اللي هي الألترا فيلوت ريز دي اللي هي بتختارق الجلد بشكل خاطئ ودي ما بتكون موجودة في السماء يعني أو موجودة في أشعة الشمس ما بين الساعة 11 إلى الساعة 4 العصر عشان جدا بنقول أن التعرض الأمن للشمس يكون قبل 11 خلاص؟ أو بعد الساعة 4 وخلوا بالكوا إن الأشعة دي ممكن تنعكس على جسمنا مش من الشمس مباشرة ممكن تنعكس من خلال المية أو من خلال الأسفلت وممكن تنعكس من خلال الرمل يعني فاهمين قصدي؟ يعني العبرة بإن إحنا في الوقت ده نتجنب التعرض المباشر للشمس وديني ركسته على الأطفال الصغيرين اللي تحت سن 6 شهور لو قاعدين تحت شمسية برضو يقعد في الحطة الضلة لو قاعدين لابس كاب برضو يقعد في الحطة الضلة يعني الشمسية أو الكاب أو البرنيتا أو كده مش ضمانة إن إحنا بقا نععدوا في الشمس خلاص كده؟ بعد كده هنعرضوا للشمس إيديه ورجليه وبتاع شام فيتامين دال طبعاً والحاجات الحلوة اللي أنتوا أكيد خلاص بقيتوا عارفينها وحافظينها وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة بشكركم جداً 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 وإن شاء الله الحلقة الجاية هنستكمل فيها برضو أسئلة حضراتكم بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة